مبارات الاهلي وبيرامدز طبعا مطش صعب جدا تبتتكلم على منافسة قوية جدا ما بين فرقتين دخلين بشكل قوي جدا على منافسة الدوري في اخر يعني الجزء المتوقع من النهاية المسابقة بيرامدز متبقيله حوالي سبعة مبارات في الدوري والاهلي بقيله بالزبط حوالي حداشر مباراة في اربع مباراة فارغ طبعا بيرامدز لعب اكتر من الاهلي فالاهلي متأخر عن بيرامدز باربع مباراة ولكن لما تبص على مطش الاهلي وبيرامدز يوم 12 سبعة ويوم 22 سبعة هما الفيصل بنسبة قطة تخطة الستين سبعين في المية تبقى لنتاج المباراتين على شكل المنافسة على الدوري بمعنى لو الاهلي تعادل المباراتين مع بيرامدز او لو كسب المباراتين مع بيرامدز الدورة حسم وخلص لو الاهلي قصد سوري لو الاهلي كسب المباراتين على بيرامدز الدورة حسم وخلص الدورة حسم وخلص من 22 سبعة ولكن لو الاهلي تعادل مع بيرامدز بيرامدز هيستنى كل مباراة الأهل المتبقية لأن وقتها الفارق هيكون لسه في صالح الأهلي وفي نفس الوقت المباراة المتبقية للأهلي أكتر من بيرامدز فنتيجة مطش 12 و22 مش 12 بس المباراتين مع بعض هيفصلوا في شكل المنافسة على بطولة الدور العام الأمور حتى الآن ماشى بشكل كويس جدا وإيجابي جدا للنادي الأهل بمعنى أن النادي الأهل بإذن الله فارق النقاط ما بينهم بالبيرامدز لو كسب المباراة الموجال هيخطي بيرامدز ولكن طبعا مش هيلعب المباراة المؤجلة إلا بعد ما يخلص مباراتين بيرامدز وبالتالي هتبقى العملية حزبة رقامية لسه هنشوفها الفترة اللي جاي